سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي انه تكون محبة الله الابدية ورحماته الدائمة المتجددة في حياة كل واحد منكم وكل واحدة منكم واضحة ومؤثرة كل يوم حلقة النهاردة بعنوان علامات محبة الله في حلقة النهاردة يعني أولا لازم قبل ما أكمل موضوع الحلقة لازم أقف عند تطورات هامة في قانون الأحوال الشخصية المصري ومش بس القانون الأحوال الشخصية المصري لكن في تحركات كثيرة في دول عربية أخرى لتغييرات حقيقية في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالدول دي فحنتكلم عن التطورات الهامة في قانون الأحوال الشخصية المصري وحنتكلم عن الرؤية الإسلامية عن محبة الله ودلالتها وماذا يقول الكتاب المقدس عن دلالات حب الله المسيح ليك وازاي تتأكد أن الله بيحبك خلينا نتكلم في موضوع قانون الأحوال الشخصية الأول ونكمل الموضوع بعد كده القوانين في الدول الإسلامية معظمها مرتبط ارتباط مباشر بالشريعة الإسلامية في مصر عندنا أنه القانون بيقول أنه القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية فده حاجة موجودة في الدستور مش كده فيه كمان دول أخرى بتستمد القوانين بتاعتها أو بتضبط القوانين بتاعتها حسب الشريعة الإسلامية وده بيعمل مشكلة كبيرة في قوانين الأسرة بالذات لما بيرتبط القانون بالدين عموما بيحدث تصادم رهيب في أحيان كتيرة لأنك ببساطة لما تحب تطور أو تعدل فأنت بتصطدم أو بتواجه مقدسات واللي مثلا يقولوا عليه عندنا في الأزهر يقولوا كده أنه دي هذا من ثوابت الدين يعني متقدرش تخرج عن إطار ثوابت الدين اللي بقى دائرة ثوابت الدين دي بتتسع وتتغير حسب اللي انت بتتكلم معاه أو حسب اللي بيفتيلك أو حسب الخطة بتاعت مثلا منظمة زي أو منظمة زي الأزهر مش عايز يغيرها في الدولة ففي تصادم دايما بين التحضر والقوانين المرتبطة بالشرع الإسلامي منتهى البساطة بقول أنه قانون الأحوال الشخصية المرتبط بالشرع يوجد مشاكل ومعضلات كثيرة في حياة الأسرة وده طبعا واضح مش بس في مصر لكن في الدول الإسلامية كلها في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والورث وفي مشاكل كتيرة وتفاصيل كتيرة أنا بوعيدكم أن أنا هخصص لكم الحلقة اللي جاية نتناقش فيها بوضوح ونشوف كده لو عملنا خريطة بشكل عام كده شكل التطور في بعض الدول الإسلامية اللي حوالينا فيما يخص هذه القوانين ومشاكلها وهل المجتمع ممكن يتغير فعلا ويمشي لقدام ولا حيفضل ضابط الدين ده بقى بيجرك 1400 قرن لورا لكن النهاردة أنا عايزة أشجع جدا التطور الموجود والتعديلات الجديدة لأن ده اتجاه صحيح لأن في مشاكل كبيرة بتواجهها الأسر العربية عموما الاتجاه ده اتجاه صحيح لإعطاء الأسرة حقوقها الطبيعية وخاصة فيما يخص حقوق المرأة والطفل في مصر دلوقتي خناءة بين الشرع الإسلامي والقانون التقدم الحضاري والتعديلات اللي بتحاول يعني بيحاولوا وضع القانون أو الناس المختصين بالتعديلات دي أنهما يعملوها بتواجه انتقادات كبيرة جدا من الأزهر ورجال الدين التعديلات المقترحة في موضوع الجواز والطلاق مثلا زي حبس الزوج ما يخبرش مراته بالزواج الثاني أو الثالث أو كذا فدي حاجة جديدة وعملة صدمة لأنه يعني الحق الشرعي أنه يتجاوز فهو يقول لا أو ما يقول لهاش هو يتجاوز ده الحق الشرعي اللي بتكلم عن الشرع لكن القانون اللي عايز يضبط حق الزوجة في أنها مثلا تحط في عقد الجواز تقول أنا مش عايزة مش عايزة أكون زوجة تانية لو عملت كده حتطلقني فده يربط الزوج بأنه يعني يلزموا بالعقد اللي هو عمله مع مراته إذا كان ده عقد ولو كان عقد شرعي إلا أنه عقد قانوني ملزم لكن كتير من الستات النهاردة لا تعلم أن جوزها متجوز أو مش متجوز أو بيعمل إيه لأنه ما فيش قانون يلزمه فده تغيير موضوع الطلاق بقوا الطلاق الشافهي وغيره واتكلمنا في الموضوع ده من أسبوعين ولا حاجة لما يعني الشيخ رد على عمر أديب وقاله لما يبقى بقى القانون يتغير نبقى نفكر في موضوع الطلاق الشافهي ده ولا يبقى طلاق مثبت كتابة ولا إيه عندنا مشاكل كتيرة بتواجهها الزوجة اللي بجوزها يقول لها أنت طالق ويخرج ويرجع يقول لها أنا رجعت في كلامي أصلا ما كانش قصدي أصلا فتبقى يعيني قاعدة هي ما هيش عارفة إلا هي متطلقة ولا متجوزة يعني مشاكل في السعودية بقى حصل من يمكن أسبوعين ولا حاجة في تغيير بقى حقيقي يبتدى يحصل السعودية ابتدوا يغيروا في تطبيق توثيق فسخ عقود الطلاق أو الجواز أمام المحكمة بشكل إلزامي يعني أنا حقيقة سعيدة جدا بالخبر ده لأنه ده تقدم نحو الأفضل تقدم نحو احترام هذه الزوجة لأنها إنسانة عايزة أقرأ لكم اللي تكتب في هذا الموضوع يعني يوضح لكم أنه في دول بتتقدم للأفضل ما كناش نتوقع مثلا أن السعودية تكون من أوائل الدول اللي تلزم الزوج أنه يعمل العقد أمام محكمة قادي عشان يلزم الزوج والزوجة بأنهم يلتزموا بهذا العقد فبيقول كده تبدأ السعودية خلال الفترة المقبلة في تطبيق توثيق فسخ عقد الزواج والطلاق أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة وكذلك إقرار كافة الحقوق التي تترتب على الطلاق في النفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق والإجراء ده جي أثر القرار اللي أصدره وزير العدل السعودي كم من السيدات في السعودية في كل القرون الماضية كانوا بيعانوا من أنه محدش بيجيب لهم حقوقهم في الحضانة والنفقة وتبقى قاعدة في البيت ما عندهاش وثيقة بتقول إنها متطلقة فما تقدرش تتجوز تاني النهاردة السعودية بتاخد خطوة للأمام في مسألة التحضر والتقدم والاهتمام بحقوق الإنسان موضوع الجواز والطلاق والإجراءات الشرعية الإسلامية ده بيربط السيدات بالذات يعني عرقيل كثيرة بتبوز حياتهم لسنين لأن كلمة الراجل موزونة أمام القاضي أكتر من كلمة الست مش كده؟ قرار زي كده بيخفف الأعباء اللي كانت بتقع على الستات اللي اتطلقوا اللي يعود الأزواج يمطلوهم سنين على بال ما يعني يدوهم حقوقهم بأي شكل من الأشكال دي خطوة كويسة وأنا سعيدة جداً إن احنا يعني بنقدم ده وبنشجع بقية الدول إنها تتقدم في هذا الموضوع أرجع لمصر بقى في لمحة بسيطة كده في موضوع إنه الأزهر بيقف أمام التطور والتطوير في موضوع قانون الأسرة عموماً بيقف يعني باتجاه متشدد جداً الموضوع ده مثلاً شغل أزهر في 2019 قال لك إحنا مش هنسيب قانون الأسرة كده والأحوال الشخصية يبقى في إيدين الناس يتلعبوا به لأنه كان فيه محاولة لتغيير القانون الأسبوع ده بقى عجبتني الصورة دي بتاعت الدكتور كريمة حد بعتها لي بيقول كده حبس الزوج بسبب زواجه التاني بدون اختار مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً وهو لم يرتكب جريمة وبعدين بقيت حس إنه يعني يعني لما أخذ الشيخ كريمة كده صلع من هدومه من العباء والعمة بتاعت اللغة العربية هو ليه لما يرتكب هو لم يرتكب جريمة هو ليه القوانين حبس ليه إرهاب الشعب المصري حتى في قوانين المرور أنتو بترهبونه فين قوانين الرحمة لماذا الإسلام مستهدف المطالبة بحقوق الإنسان المعترف بيها أمام الدول العالم كله والقوانين الطبيعية القوانين الوضعية اللي هي العالم كله بيلتزم بيها بقت اضطهاد ضد الإسلام عارفين ليه؟ لأنها بتظهر ضعف الإسلام وبتظهر الخراب اللي بيعملوا الإسلام في الأسرة ليه؟ لأن مقرر هذا الدين هو اللي بيقف أمام الوحدة في الأسرة اللي هو الشيطان نفسه الأسبوع الجاي اللي عنده تعليق في الموضوع ده يبعته لي واللي عندها قصة تحكيها في الموضوع ده اتصلوا بينا حيث تكون الأرقام على الشاشة الأسبوع اللي جاي حنخصص حلقة كاملة لتفصيل هذا الموضوع خلينا نرجع بقى الموضوع النهارده وعلامات محبة الله في حاجة بتحصل دايما المتصلين والسائلين والناس اللي بيكتبوا لي على الفيسبوك أو على الواتساب أو السيجنل دايما بيسألوا كده إحنا يعني ما هي المسيحية؟ انتوا ليه بتقولوا إنه المسيحية بترتكز على شخص المسيح في واحد كان بيكتب من برحة على الفيسبوك وزعلان قوي يقول لي سبتيلي إن المسيحية بترتكز على شخص المسيح حاضر اسمع حلقة النهارده المسيحية ترتكز على شخص الله اسمع الحلقة في ناس تبتدي تسأل كده وتقول إيه إحنا نبتدي الطريق مع الله إزاي علمونا المسيحية فعلا مركزها المسيح المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد واللي بيتكلم عن نفسه في الكتاب المقدس واللي احنا بنعرفه من خلاله الكتاب المقدس اللي عمله اللي عاشه اللي قاله اللي قاله عن نفسه من العهد الأديم للعهد الجديد شخص الله اللي لا يتغير فعشان كده أنا دايما بقول للسائلين إن أهم ما يجب إن إحنا نعرفه أو نتعرف عليه علشان تتعرف على المسيحية هو شخص الله لأن المسيحية علاقة مباشرة به علشان كده حبيت أوريكم النهاردة واحدة من أهم الجوانب اللي أنا تعلمتها عن شخص الله من الكتاب المقدس وخبرتي الشخصية معاه وهي الله محبة هو قال كده عن نفسه في الكتاب المقدس إنه من صفاته هو محبة هو كده هو كله محبة في القداسة في الكمال في التحنن في القدرة كل شيء لكن كلمة الله محبة دي لما تبصي لها وتبصي الإنسان وتقول إيه ده الشخص ده كله محبة يعني ما تقدرش تقترب منه إلا لما يلمسك بلمسة حنية كده أو محبة أو رحمة أو تعاطف أو مساعدة هكذا هو الله الأب هو خلقنا لأنه بيحبنا دي حاجة مهمة جدا في شخصه لأن هذه المحبة بتسندنا في الحياة لما نعرفه وزي ما بقول إنه عشان تعرف شخص الله في الكتاب المقدس يعني لازم تشوفه وأن قال إيه عن نفسه وهكذا إحنا لازم نعرف في الإسلام هذا الإله بيتكلم عن نفسه إزاي أنا كمسلمة سابقة ما كنتش أتصور أبدا أني أشوف الجانب ده من في الله يعني ما كانش ممكن وأنا مستمع أقول إيه إنه إله الإسلام اللي أنا تعلمت عنه في القرآن إنه يجي في ذهن يقول إنه ده إله محبة لا يمكن ما كنتش أقدر أقول اللفظ إنه إله قاسي لكن ذهني يقول إنه ده قاسي وقلبي يقول إنه ده إله قاسي تعاملاته ألفاظه أحكامه فيها قسوة كثيرة على البشر عموما لكن أقدر أكرر اللي تعلمته إنه رحيم مثلا لكن هل في رحمة إله الإسلام محبة أبدا لو فصلت رحيم وعادنا تكلمنا عن أشكال رحمته هتجد إنه ليس هناك فيه رحمة أبدا يمكن عمل لكم حلقة على موضوع الرحيم القرآن لا يتكلم عن الله كمصدر للحب أبدا لكن الصورة مختلفة تماما في الإنجيل الله محبة في الإنجيل وفقط ويقف كده آه تقف كده الله محبة مع الوقت ابتديت أكتشف وتأكدت إننا بنتكلم عن شخصين مختلفين تماما يعني إذا جاز التعبير بين الإسلام والمسيحية بالكامل أنا عايز أؤكد لكم إن ما أنا أتكلم عنه اليوم في المسيحية ليس هو إله الإسلام مش هتجدوا هذي الصفات فيه إذن هم مش نفس الشخص كتير بيتصوا يقولوا لي يعني إحنا بنعبد إله واحد زي آدم الأسبوع اللي فات هقول له وأقول لك لا إحنا مش بنعبد إله واحد لأن تصرفاته وصفاته وتعاملاته وظهوره وتواصله معنا يختلف مين معي؟ أم سوري أنا مش سمع الاسمي مين معي؟ أوكي الأخ ذكرية أهلا بيك أخ ذكرية تفضل أشكرك على برنامج المسلمة وبرنامج أكاديم يعني تعليمي ودح للمرأة حقوقها وفي المسيحية يعني وحقها في انتصار المسيحية يعني وكما أتمنى يعني تطلب أن تصعودها بقضائية جنائية بمحكمة مطلعهاي يعني قناة الحياة وقناة الفادي مع الأخ القمص زكريا فطرس والأخ الجعفر والأخ كذلك يعني يتصار دعوة قضائية جنائية واتي الصوت شوي يعشان الصوته عالي قوي مش حرف اسمه تفضل كمل أيوة ضد القرآن يعني يتصار دعوة قضائية جنائية بحكمة مطلعهاي الدولية بالهولندا ضد القرآن وآيات الشيطانية التي تحرد الإرهاب وضيهاب المرأة طيب أخ زكريا أخ زكريا أنت سمعت أن حلقة النهاردة هي عن الفرق بين إله الإسلام وإله المسيحية وفكرة كيف يظهر لنا الله محبته أوكي أنا أعرف يعني في المدارس يعني كانوا يضحقوا علينا في مادة طربي الإسلام يعني هم درسونا طربي الإسلام في المدارس يعني يجب أن ترفعوا دعوة قضائية يدد وزارة التعليم بالمغرب والدول العربي يجب إلغاء تلك المادة هي من دومة إرهابية وليس من دومة أكاديمية ويجب منعها وحكفها في منمج التعليمي ومحاقبة وفاة التعليم المغربية ووزارة التعليم العربية كلها والجامعة الدول العربية طيب أشكرك يا زكريا وأنا مش عارفة أربط بين اللي أنت بتقوله موضوع النهاردة بصراح يمكن أنا مش سمعت كويس طيب أنا أسفة مش عارفة أسمعه فخليني أكمل أوكي خليني أرجع لفكرة التعبيرات اللي إحنا بنستخدمها في حياتنا بتعبر عن حقيقة ما بننتبه لهاش أحيانا فمثلا اسألي واسأل نفسك يعني أنا فكرت كده وأنا اتغيرها كان ممكن أقول أن ربنا بيحبني لا بس كان ممكن أقول أنا بحب ربنا بس ما قدرش أقول كمسلمة بثقة أن الله يحبني ما عنديش دليل لأن محبة الله لي هتعتمد على أنا مين وشكلي إيه وبعمل إيه وبقدم إيه وكل ده وأنا عارف أنا مين وبعمل إيه وأنت كمان وأنتي كمان عارفين أنتوا مين وبتعملوا إيه وأنه هناك صعوبة كبيرة في أنه لو عارف حتى الأشخاص اللي حوالينا إحنا بنفكر إزاي وبنعمل إيه وعشرين إزاي يكون في صعوبة أنهم نفسهم يحبوهم يحبونا مش إله المفروض أنه هو قدوس فكمسلمة ما كنت شعرف أقول أنه يعني ربنا بيحبني لكن أقدر أقول أنا بحب ربنا أوكي لكن دي حتة التعمية كده روح عاملها الشيطان في حياتك أنا بحب ربنا وبعمل اللي أقدر عليه ربنا يرضى علي مش كده لكن ما عندكش تأكيد لكن الله في الكتاب المقدس بيقولك أنا عندي ليك تأكيد استنى اسمع ممكن أقول مثلا نشاور على على حد ماشي أقول أنه الرجل ده بيحب ربنا أنا ممكن أشاور عليك وقول الرجل ده بيحب ربنا أو يمكن الرجل ده ربنا بيحبه عشان مثلا حماة من حدثة عربية أو مثلا حد يجي واحدة مثلا كنت هتتجوز واحد وطلع مش كويس أقول لها ده أنت ربنا بيحبك عشان حماكي من الموضوع ده بس لكن هل في فهم حقيقي لمحبة الله بهذه السورة في الإسلام لا لأنه في لغبطة غير عادية لفهم شكل المحبة بيبقى ازاي إيه الدليل إن ربنا بيحبك هل عندك دليل خلينا نشوف إزاي يعني لو فكرت كده وسألت السؤال اللي بيسألوا المسلمين لشيهم أنا كتبته كده كيف أعرف إيه العلامات اللي بتقول إن الله بيحبني كيف أعرف علامات محبة الله إلي نشوف بقى الكلام اللي هيتقال منطقي ولا غير منطقي المكان الأفضل لإجابة هذا السؤال طبعا إنت لما بتبحث لازم تجيب الإجابة من أماكن مختلفة لكن أنا أجيب لكم واحد من الأسئلة اللي اتسألت في موقع الإسلام سؤال وجواب خلينا نشوف في الموقع ده رد عليه إزاي بالسؤال بيقوله كده بيقول للشيخ إنه ما هي علامات حب الله للعبد وكيف يكون العبد على يقين تام بإن الله جل وعلا يحبه وعلى رضا تام لهذا العبد هل في الإسلام ما يوفر لك هذا اليقين هل هناك وعد مباشر من الله بحبه بالرغم من يعني الإنسان ممكن يعتمد على أنا بتكلم معاكم ببساطة وبصورة منطقية أنا ممكن اعتمد على يعني أقول أنا بعمل خير أنا ما عنديش في قلبي حاجة وحش على الحد يعني فأنا بأكل ناس أنا بشغل ناس أنا بزور مرضى كل الكلام ده أعمال مش كده الأعمال دي ساعة بتردين احنا كبشر فأنا ممكن أقول كده طب هو يعني ليه ربنا ما يحبنيش لو ربنا حبك حسب أعمالك دي مشكلة مش كده السؤال هل عندك وعد مثلا إذا عملت كده أنا هحبك في أشباه وقود خلينا نشوف أوكي بس أنا عايزاك تنتبه للإجابة بتاعة الإسلام سؤال وجواب أولا بيبتدي إزاي يقولك لقد سألت عظيم وأمر جسيم ولا يبلغ إلا القلائل من عباد الله الصالحين يدي المصيبة يعني سمحوني يدي المصيبة إنك تسأل لو أنت بتسأل الله في يعني إله الكتاب المقدس إله المسيحيين إله الكون ملك الملوك الرب يسوع اللي قال عن نفسه أنا محبة اللي أنت لما توقف قدامي هتجد محبة هتجد عدل وهتجد قضاء وهتجد حكم وهتجد كل ده لكن محبتي لا تعتمد عليك أنت تعتمد على شخصي أنا لإني أنا محبة مش منتقم مش جبار مش قهار يعني إزاي إزاي تقدر توزن ده أنت كإنسان أنت سألت أمر جسيم وعظيم ولا يصل إلا القلائل طب ليه طب ليه هذا الإله صعب الأمر على البشر بهذا الشكل يقولك إيه فمحبة الله هي المنزلة التي فيها تتنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون إلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو من بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام واللزة التي لم يصفر من لم يصفر بها فعيشه كل هموم وألام على فكرة لسه كمان في شوية كمان من الدباجة بالدباجة بهذا الشكل كل الحاجات دي إذا اتحرمت منها كذا اللي ما عندوش يبقى كذا ومع ذلك بيقولك هيوصلها قلة يعني مش موجودة للكل مش موجودة للكل فأنت من أولها أعرف كذا إن إله الإسلام لا يكون إله محبة أو حب ليك لأنه يعني إلي إذا كنت من القلاء لدول أوكي يقولك محبة الله لها علامات وأسباب كالمفتاح للباب ومن تلك الأسباب واحد اتباع هدي الرسول واحد دي أول حاجة اتباع السنة عشان ربنا يحبك لازم تتبع اللي محمد قاله يقولك قال الله في كتابه تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يعني ليس هناك أمل لمن لم يتبع سنة هذا الإنسان ويعني وده يأتي تحت تفاصيل كتير جدا يعني أنت ما تقدرش تقول عشان كده النهار ده ما حدش يقدر يقول مثلا أنه القرآنيين يقولوا أنا أنا باتبع القرآن بس لكل من يقول أنه يتبع القرآن بس أنت يعني نقصك حاجات كتيرة قوي منها اتباع السنة أنت متقدرش تختار وأنه محمد كشخص يحمل رسالة أنا محمد محمد لو كان نبي حقيقي عنده رسالة فهو موصل وليس له أي فائدة غير ده لكن الواقع أنه الإسلام عظمه وجعله في منزلة الإله منفعش الله إله الإسلام لا يصلح وحده يجب أن تتبع محمد علشان تقدر تدخل في هذا الفكر وبعدين يقولك بقى أنه الفكرة التانية هي الزل المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله وعدم الخوف إلا منه سبحانه فالزل المؤمنين والعزة على الكافرين دي طبعا هي آية يا أيها الذين أمانوا في يا أيها الذين أمانوا ومن يرتد منكم عن دين وفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أزل على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله شايف يعني حتى الآية كده مليانة بالحب والرحمة كده وتحس أنك يعني بتتكلم مع حد مش يعني على طول تشوف الرأي السودة كده وانت بتقرأ الآيات دي أين المحبة في ده أين المحبة في دي إزاي وإنه هذا الإله هو اللي يعطيك ده هو اللي يخليك تبقى يعني كويس مع المؤمنين ويعزك فوق الكافرين والكلام ده كل إيه إيه علاقة ده بمحبة الله الجهاد الجهاد يعني لما ربنا ينعم عليك بالجهاد إنك تروح تقتل الكفار بقى والكلام ده كله ما هو بقى اللي بينعم عليك فده فده من علامات محبة وليك وبعدين بقى روح حاطت بقى حاجة تانية الأعمال بقى القيام بالنوافل الحب الحب حب الناس والتزاور والتبادل والتناصح في الله وإن التأكل المحتاج وتشرب الجعان والكلام ده كل فكلها بصراحة يعني أعمال أعمال يجب أن تقوم بيها حتى أنه يعني تبقى دي هذه الأعمال تخليك تكتسب محبة الله وإنه هذه الأعمال مش بس كده هو كمان اللي بيوهبها لك يعني اللي ما بيعملهاش هذا الإله لم يهبها لي لخبطة كبيرة ومن الحاجات بقى كبيرة اللي بيتكلموا عنها من علامات محبة الله ليك هي الإبتلاء إنه يبتليك دي حاجات على فكرة أجمع عليها الفقهاء هتلاقيها فقهاء كتير بيتكلموا في نفس يعني هذا الإطار مش هيخرج عندها في منهم مثلا يقولك إنه إنه الله بينعم على الإنسان مثلا الخير في الدنيا فدي من علامات حب الله وفي ناس يقولك لا ده مش من علامات حب الله مش كده لكن الموضوع كله يعتمد على واحد أعمال بتقوم بيها فدي أعمال بتقوم بيها هو اللي بيخليك تعملها فدي تبقى من علامات محبة وليك خلينا نسمع بعض أراء الشيوخ من يعني اللي حيتكلموا في الموضوع ده وأنا واخده يعني يمكن أكتر من الشيخة هالة سمير ودي يعني واضح إنها شيخة إخوانية معروفة يعني لكن الكلام بتاعها لا يختلف عن بيئة الشيوخ بس أنا كمان متحذبة للستات وبما إنها شيخة فأنا حطها الأول خلينا نشوف الفيديو الأولان هي بتحكي إزاي عرف إن ربنا بيحبنا هي قالت تمن حاجات مجملهم في كل اللي قالته اللي أنا قلته لكم في الأول ده لكن أنا هاخد بعض الأجزاء المهمة اللي أنا عايزة يعني أوضح حالكم في اللقلته خلينا نشوف الفيديو الأول طب إزاي أعرف إن الله عز وجل بيحبنا أول حاجة بقى وراء وقلم وكتبه معاي عشان خاطر إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد للإيمان والتدين عندي حديث مقولة لابن مسعود رضي الله عنه بيقول إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم أنا عايزة كنتم بتقوله بقى صلى الله عليه وسلم وشأن الصلاة بدأ من دلوقتي وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب رواها التبرانيش والبخاري في الأدب المفرد حديث صحيح يبقى أول حاجة إن ربنا يوفقه للإيمان والتدين معناها كده بيحبني بيحبني هو إحنا عايزين ربنا يحبنا آه وهقول لكم ليه طيب هي بتقول إنه يعني إزاي يعرف إن ربنا بيحبني أول حاجة بتقول لك إيه ورقة وقلم يعني فاكرين ورقة وقلم ومراية كده وكتبه مش عارف إيه أنا بس هعلق على الحتة دي حاجة بسيطة أنت مش محتاجة تكتبي علامات محبة الله ليكي لإنها لو موجودة هتحسيها ولو موجودة عند حد حواليكي هتشوفيها ولو موجودة في حياتك هتعيشيها لكن العلامات اللي هم بيتكلموا عنها دي كلها متنقدة ومتضربة الناس اللي عايزة تكتب كده وتعمل بالحرف دي أنا عايزة أقول لكم حاجة ربنا بيتعامل مع قلوبكم وأفكاركم وحياتكم بصورة عملية جدا ومن أهم الحاجات اللي لازم تعرفها عن الله الحقيقي إنه دائما أنا معاك مش صلاتك على النبي وتقولك ما تنساش تصلي على النبي علشان كده يعني تاخد كده النهاردة ناخد لنا عشرين خمستاشر ألف كده ولا مش عارف صالة على النبي العداد شغال مش محتاج تصلي على النبي ولا تسبح مش عارف إيه علشان خاطر يعني تخلي ربنا يحبك الله بيحبك أنت لأنه خلقك أنت لشخصك أنت لأنه خلقك لهدف أنت وانت وين بتقول أنه الله يوفق العبد للإيمان والتداين دي كارثة يعني هو مش الهدف أصر من الفكرة الإسلامية أنه المسلمين دول كلهم عباد الله يعني لازم يعبده ويصله ويعمله وكده وأنه هو اللي بيقول يعني أنه هو اللي يضل وهو اللي بيدي فأنت على أي أساس بتختار هذا الإله على أي أساس بيختار وأنت كيف تضمن وكيف تشعر بالعدل أمام إله بيختار أشخاص للإيمان وأشخاص للإدانة دي تسالي يعني يعني طب زي بالظفط الحديث أو خلق آدم وحت مسح على ظهر وقال دول الجنة ودول النار فكيف تشعر بالأمان والمحبة من خلال إله لا يراك هو لا يراك الفكرة الإسلامية في أنك عبد الله وتعبده والكلام ده كله مش موجودة لذا هو الدهالك يعطي المان لمن يحب ومن لا يحب بتقول كده النقطة دي بقى أنه يعطي المان لمن يحب ومن لا يحب أما الإيمان فيعطي لمن يحب الإيمان دي يعني أكيد فيه لمسة إلهي الإيمان فيه لمسة إلهي لكن عدل الله يقول أن بابه لازم يكون مفتوح للي يقدر وليما يقدرش علشان كده لما المسيح جاء الناس أما كان بيبقى ماشي مع الخطاء الناس كانوا بيستغربوا جدا أنت قاعد مع الخطاء ليه ما أنت الأبواب كلها مفتوحا لك المسيح اللي صانع المعجزات والعجائب اللي بيقيم الموتى ويشفي المرضى ويقول يصنع خيرا كانت فيه أبواب كتير مفتوحا له من الكتبة والفرسيين والكبار القوم وكل ده كان ممكن يعني يكون في مجالس أخرى كثيرة غير المجالس اللي فيها الخطاء والمحتاجين والتعبنين والمرضى لكن لأنه عادل كان في وسط المحتاجين ولأنه جاء علشان خاطر يشفي ويعطي حياة أبدية للجميع على التساوي وفرصة متساوية كان مع الجميع على التساوي لم يتغاد عن دول وإدانا الاختيار دي نقطة هي بتقول بقى يعني إحنا عايزين ربنا يحبنا فقالت بس هقول لكم ليه بقى في الآخر آخر الفيديو ختمت الفيديو بالحتة دي قالت إن ربنا لما بيحب حد لا يعذبه ولا يدخله النار إزاي بقى يعني كل الناس اللي حيدخله النار دول ربنا ما بيحبهاش هذا ليس عادل تقولك هو في حبيبي يدخل حبيبه النار أنت صح هو مفيش حبيبي يدخل حبيبه النار لأن الله الحقيقي لم يختار لنا إن إحنا نكون بعيدين عنه في الجحيم الذهاب إلى الجحيم هو اختيار إنساني بالكامل أنا أختار أمشي مع الله أو لا أمشي أو أمشي في طريقي أنا اللي أختاره أنا أنت صح علشان كده اللي بيقدمه لك إله الإسلام بيقول إنه هو ليس الله هو فعلا بيختار إنه يدخل المسلمين النار لكن المسيح النهاردة بيقولك أنا عندي ليك باب مفتوح أنا الله محبة جئت لكي تكون لكم حياة ويكون لكم أفضل المسيح جي للبشرية كلها حتى يعطي فرصة للبشر جميعا على التساوي ذهابك للجحيم اختيارك والنهاردة أنت أمام اختيار تختار المسيح والحياة الأبدية والنصرة في المسيح وإله محب يسندك ولا تختار إله يعني 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 حسب مزاجه يوديك فيه الفيديو التاني نقدر نحط الفيديو التاني طيب لو الفيديو مش جاهز أنا هتكلم عنه هي بتقول أنه من علامات حب الرب للعبد أنه بيبتلي في دينه بصوا بقى الابتلاء في الدنيا وتقولك بقى أنه العبد المبتلة ده علشان ربنا بقى بيخلص منه يفضل ماشي كده في الدنيا يعني مبتلة 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 لحد ما تخلص كل زنوب عملنا لكم حلقات عن اللي بيبتليك ده مين هل قلب الله أنك تمشي بتتعذب لا الفكرة دي بتحصر الإنسان أنه يكون عايش يعني في جهات دائم يحاول يخلص زنوبه بإيده مع أن المسيح جه علشان يعطيك حياة أنا مش سمع أنا أسفل يا ريت تعيد اللي قلته ما سمعتش أوكي المسيح جه علشان خاطر يعطيك النصرة والفداء على الصليب من غير ما أنت تعمل حاجة أنت بس تقبله لأنه عارف أنك أنت مش هتقدر خلينا نشوف بتقول إيه على موضوع اللي ابتداء اللي ابتلاء من علامات محبة ربنا ربح حاجة لعبده المؤمن أنه بيبتليه في دينه ده من علامات حب ربنا ابتلاء في الدنيا على فكرة حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوم من ابتلاهم ليه عشان ترضي وبعدين فيعل الدرجات لعلها درجة لن تناليها إلا بالصبر عن الأمر ده أو بالرضى بالأمر ده فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط حديث رواية ترمزية وابن ماجي يعني أنا دلوقتي الابتلاء ده فكرة الابتلاء إنه الله يفضل يحط عليك حاجات قاسية جدا فده يخلص منك كل زنوبك بقى في الدنيا ويقولك فمن رضي فله الرضى إذا أنت رضيت إذا ما رضيتش يبقى خلص إنت خسران أي عدل في ده أوكي هو بيعلي الدرجات يعني في الألم لعلها درجة نالي بها الرضى إذا إذا تقلمتي يعني حتى الفكرة مثلا في أنه بنشوف الكتاب المقدس مثلا في المزامير تلاقي الإنسان بيتكلم بطبيعته البشرية مثلا الكاتب المزمور سعادة يقولك يا رب يعني إلى متى تتركني يا رب أو إلى متى أنا هتقلم في هذه الاتهدات اللي ضدي أو الألم اللي بمر بها الإنسان بيتكلم مع الله بيقوله أنا تعبان لكن ده حتى يعني بمنطقة هي بتقولك تردي وتعودي سكتة بتقولك إيه مثلا لما تكون واحدة ست قاعدة تعبانة وعندها ألم كتيرة وكده ما تعدوش تقولولها يعني يا أختي هي هي صبرة وسكتة أصدوك لو قلتولها كده هتعيط طب ما تعيطش ليه يعني بس لأنه ده من منظور أنه هذا وضع عليها من الله فهي لازم تعد سكتة لا الله لا يضع علينا ألم الله يسمح بتقدبنا بتوجهنا بتعلمنا لأنه أبونا لأنه لو لم يعلمنا يعني هنتعلم منين احنا عايزين الروح القدس اللي يعلمنا يبكت أرواحنا وأفكارنا لكن اللي ابتلاق ده مش تعليم ده يعني ده ده انت بتبقى قاعد على الأرض وواحد كده الصورة اللي بزهني إنه واحد حطت رجله فوق دماغك وبيدوس كمان نشوف بقى الشيخ بيتكلم برضو شيخ آخر بيتكلم عن علامات حب الله إنه بيبتليك بس بقى شو بيبتليك في إيه شوف الفيديو اللي جايك من علامات حب الله أن يبتليك في نفسك أو ولدك أمالك أو يعاديك من كان حولك ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه ابتلاه ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وأخبر الحبيب عندما أتاه وأصحابه يسألونه أن يدعو لهم قال إنكم قوم تستعجلون كان من كان قبلكم يؤتى فينشر ما بين لحمه وعظمه ابتلاهات وليقتر اللي ينشر هذا مفرقة من أحباب الله من أولياء الله من عباده من من يحبهم لكن لهم منازل في الجنة لا يصلونها إلا بالصبر على البلاء ولذلك أحبه هل الله مثلا بيحب الإنسان اللي بيتعذب من أجله أكثر من الإنسان اللي عاش حياة كريمة بيعمل فحق لخدمة مثلا حد ما واحد اتقتل يعني مثلا ربنا ربنا هيحب الشهداء اللي ماتوا في ليبيا اللي استشهدوا في ليبيا المسيحيين أكتر ما هيحبني أو يحبك لا ليهم ما كان أفضل لكن مش هيحبهم أكتر ومش ده السبب اللي حبهم عشانه الكتاب بيقول إحنا بنحبه لأنه حبنا أولا دي الفكرة الله مش هيحبك لأنك تعذبت عشانه والله مش هيحبك لأنك بتقدم حسنات أو لأنك بتعمل أعمال صالحة أو لأنك بتحاول تصلح نفسك الله أحبك أولا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به الكل إذا أمنت بيه بل تكون له الحياة الأبداية مش إنك تتعذب فربنا يحبك أستنى كده شو بده هيتعذب طبعا يعني أنت انت خدت جلدتين ثلاثة ولا فيها قطعت إيده ولا رجله ولا يعني تقطيع جلده قبل ما يموتوك يعني إيه الكلام ده وبعدين فكرة إنك تروح للنبي بقى إنه الناس اللي عاديين حواليه رحوله قالوله يعني طب يعني ادعيلنا ناس تعبانة وبتقوله ادعيلنا فقالهم قالهم أنت يعني مالكو وعندكوش صبر ليه مش تستنوا لما تتعذبوا شوية ده اللي قابلوك وكانوا تعذبوا وتبهدلوا لأن هذا الإله يوهمك إنه أنت لديك شيء تقدمه لله أنت ليس لديك شيء تقدمه لله لا بحسناتك ولا عذابك ولا أي حاجة إلا اللي طلبوا منك قلبك المسيح الله الظاهر في الجسد ورانا إنه بذل كل شيء من أجلنا لذلك أنا قدر أديله قلبي وابقى عارفة إن أنا مش معتمدة على بشريتي وضعفي ولكن معتمدة على قوة الله اللي بيغيرني كل يوم واللي بيغيرك كل يوم مش معناها إن دي حياة سهلة ولكن معناها إن الله عمل العمل اللي أنا وإنت ما نقدرش نعمله لإنه أحبنا أولا أحبنا أولا مش مستنينا نعمل عشان يحبنا خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده تالت علامة من علامات محبة الله عز وجل لعبده المؤمن هو ده الحب الحقيقي والله لا أب ولا أم ولا زوج ولا الدنيا ولا صاحب ولا أخت ولا بنت إلا الله سبحانه وتعالى حب باقي لو ربنا حبك مش عزونا خلي الكون كله يحبك حجر وشجر ومضر وملايكة أرض وملايكة سماء والناس ويسخر لك وما تطلوب يقلتيك لأنك حبيبة الله من علامات حب ربنا العبد المؤمن أنه هو بيوفقه للرزق والليم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرزق الله لا بأختيهم أهل البيت دول طيب شايفين إزاي أنه يعني التضارب الكبير أولا فيه كتير من الشيوخ بيقولوا إنه ممكن الناس تعديك الراجل الشيخ اللي قبل كده قالك إيه يمكن اللي بتلاء ربنا يبتليك بإنه الناس تعديك طب هي علامات حب الله دي مش تسبت تبقى ثابتة مش هي برضو للكل لأ هناك دائما تمييز من إله الإسلام ضد الإنسان لأنه هو ضد المسيح فما يقدرش يعني يعني لازم يعمل حاجات تلخبطك وتبعدك عن فكرة الله الحقيقي فواحد بيقولك ممكن الناس تعديك ودي بتقولك ده لو ربنا حبك شوفي بقى أنا أقولك يخلي بقى حجر ومضر ومش حبني يعملوا بي زي بيقولك كده يجيب الله في السماء لو حب عبدي يجيب بقى الملائكة ويقولهم أنا بحب عبدي ده حبوه طب هيحصل إيه لما الملائكة يحبوه كي والملائكة يقولوا البعض الله بيحب العبد ده يحبوه كي إذا كانت علامات حب الله بهذه القسوة إنك تبقى مبتالة وإنك يعني لازم تعيش تجاهد حياتك كلها علشان يعني تكتسب علامة من علامات حب الله فده مش حب ده استعباد وهو قال عن نفسه كده أنتو عبيد لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه إحنا أبناء الله أبناء الله علشان كده الله حبنا وفجعلنا أبناء ليه كي الفيديو اللي قاية ده عايزة تسمعوه بتروي اسمع الفيديو اللي قاية الله يكن معك بقدر وجودك مع الله الله يكن معك بقدر وجودك مع الله الله يكن مع المظلوم وإن لم يكن مع الله الله دائما مع المستضعف مع المظلوم مع الإنسان الذي مع الله طيب هو أنا كان قصدي فيديو أربعة لكن حال على الفيديو ده مفهوم خاطئ لله أنا كنت عايزة ده يبقى بعدين ده مفهوم خاطئ لله لأنه الله قال كده أنه معانا دائما ها أنا دا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الضعر مش لللي بيحبهم بس لو كان لو كان لللي بيحبهم بس يبقى غير عادل لكن الله موجود لكل المحتاجين كل حد محتاجه الله وجوده في وسطنا مجيه المسيح كعلامة على حب الله وإنه يمشي في وسطنا كلنا خطا وتعبنين وفرحنين ومتقلمين وإنه يتعاطف معانا ده بيقولك إنه الله معاك دائما غير وعده بإنه أنا مش هسلمكم أنا معاكم دائما لإنه بيحب إنه يكون معانا بيتلزز بإنه يكون معانا لكن يعني الموضوع بقى إنت أعود أعود مع مين وما عودش مع مين على حسب مزاجي دي يعني لا يليق بشخص الله يبقى ظالم إذا كان هو أساساً اللي بيدي الناس إذا كانوا يبقوا مطعين ولا مؤمنين ولا مش عارف إيه وبعدين يرفض اللي ما بيعملش كده يبقى غير عادل خليني أرجع للفيديو رقم 4 من علامات حب ربنا للعبد أن يوفق لحسن الخاتمة والموت على عمل صالح بصوا الحديث الجميل الطحفة اللي هاختملكوا بي ده حديث سيدنا عمر بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله الله قالوا ما عسله يا رسول الله يعني إيه عسله قالوا وفق لعمل صالح بين يدي أجلي حتى يرضي الله سبحانه وتعالى أو يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يعملوا إيه يوفقوا لعمل صالح ربنا عسلنا يا رب اللهم عسلنا يا رب بعمل صالح اللهم عسلنا وعسلكم يا رب اللهم اجعلكم عسسيلي يا رب على آخر إلا اللهم أمي فالفكرة إن أنا عايزة ربنا أحبني وعايزة أشوف علامات تخلي طب أعمل إيه قل إن كنتم تحبون الله ما هو الحب مش كلام اتبعوني يحبتكم الله شايفين ختمتها بايه اذا كنتوا بتحبوا ربنا اتبعوني انا بس حبيت احطلكوا الفيديو بتاع الساسيل ده عشان اديكم مثل مش لانه يدحك لكن لأديكم مثل لانه هذا الرجل لم يفهم محبة الله اللي كان بيتكلم ده محمد اما يعني اخترع حاجة هو قاعد اللي يحبوا ربنا يعسله فاللي قاعدين ما هم مش اللي قاعدين دول عايشين معاه بردو وبيفهموا عربي وبيتكلموا عربي وحفظ قرآن وحفظ اشعار وكتاب اشعار فقالوله يعني ايه عسله دي فطلعت بقى يعني سبق لغوي ولا حاجة فيجعلوا عسول معرفش مكنوش فاهمين فطلعت عسله دي انه يوفقوا انه يعمل حاجة كويسة قبل ما يموت فيدخلوا الجنة ايضا يظهر ظلم هذا الاله وايضا يظهر جهل هذا الشخص بشخص الله وبتكلم عن محمد ففكر كده انت بتتبع مين يعني الجريمة الكبرى في الاسلام انه الشيطان شوه شخص الله ومحباته للبشرية انا اقدر اعتمد النهاردة على محبة اله يتلامس معايا كل يوم بشخصه كل يوم يتكلم معايا كل يوم يتدخل في حياتي بشكل ايجابي كل يوم لانه بيقول كده انه هو حبانا الى المنتهى الى المنتهى الله بيحبك الى المنتهى الله احبك حتى الصليب ايه علامة ان الله بيحبك ان المسيح اتى الى هذه الارض علشان يديلك طريق انك تعود الى محبة الله تعود الى حضن الله انك تعود اللي هو خلقك عشانه لما الكتاب بيقول انه احنا بنحبه لانه احبنا اولا دي صورة لازم تفكر فيها ان الله قبل ما خلقك كان عارفك وبيحبك وميزك وانه اللحظة اللي انت فيها واللي انت فيها النهاردة دي مش صدفة ودايما بقول لكم في اخر البرنامج انت وانت بتتفرجوا علي مش صدفة ربنا عايز يقولك انا حبيتك لانه هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد عنك وعنك علامات محبة الله لنا انه بيذكرنا بانه واقف معانا النهاردة يعني حاجة هقولها سريعا جدا انه واحد من ولادي اتصل بيه وقال لي يعني ماما انا عندي المشكلة الفلانية لكن عايز اقولك حاجة ربنا وراني قبل ما المشكلة تحصل ايه اللي هيحصل بالزبط والحل ليها في قلبه بصورة برؤية بكلمة من الكتاب باعلان من الروح القدس الله لا ينسانا الله لا ينسانا الله اللي بيحبك بيمهد الطريق امامك لا يقارن بشيء فانا عايز ادعوكم لمعرفة اله النهاردة تقدري تعيشي معاه وتعتمدي عليه لانه هو الله محبة ولانه اعطاكي فرصة الخلاص المجاني اللي انت مش محتاجة تعملي اي حاجة علشان تكسبيه هو ليك وليك حياة ابدية معاه وليك خلاص دائم وبدل ما تكوني عبدة مستعبدة من اله ظالم الى تنتقلي الى حياة فتكوني ابنة من ابناء الله ووحدة من عائلة القدوس الله محبة كل المحبة ليكم والى اللقاء في الحلقة القادمة